منذ تأجج الحرب ومنذ غشومية العضوان زي ما احنا بنشوف كان في سيناريوهات كتير وأوراق بحسية ابتدت تحصل ويتم البحث فيها علشان الناس تشوف ايه اللي هيحصل في مرحلة ما بعد الحرب واحد من السيناريوهات دي بتقول ان اسرائيل ممكن تنجح في تحقيق هدفها وفي القضاء على حماس شوفي اللي اندي تقداري اولاً هذا هدف مشكوك فيه كل الاهداف اللي تحاط رأتها اسرائيل مشكوك فيها ولم تنجح في تحقيقها بعد 48 منا من اللحظة اولاً الحديث عن فكرة استقصال حماس من حكم غزة حتى هذه اللحظة اللي بيتفاوضوا اسرائيل بدرجة ناسية مع حماس يعني مع الفصائل لكن بدرجة اساسية مع حماس التي لديها الكلمة الرئيسية على بقية الفصائل هذه واحد النقطة الثانية انه لم يتم استهداف واحد من كوادر ومن قيادات حركة حماس هذه ليست دعوة لإسرائيل لاستهدافها لكن بالمناسبة ايسا في المؤاطعة دعت نتنياهو بتصفية كافة القيادات خارجياً او داخليهم لكنها حتى هذه اللحظة لم تستطع طبعاً هذا الهدف ومش موجود من دلوقتي موجود من فترات سابقة فالهدف الثاني ايضاً لم يضحق الهدف الثالث الهو مرتبط به والهو التمالي من يمين نتنياهو وزير الدفاع اتحدث عنها هو تحرير الدفاع لم يتم تحرير او استعادتهم لم يتم استعادتهم حتى هزير اللحظة الا وفق مش منطق القوة او فائد القوة التي تمارسه اسرائيل وانما وفق نهج التهديئة والتفاوض والمرتبط دي مبادلة من الجانبين لان كان من الواضح ان منهج المقاربة اللي كانت طرحها حماس الكل مقابل الكل ده هيواجه بتحديات وتعقلات كتير وبالتالي في بقى نقطة رابعة يا سيزا مننا ان حماس مش مرتبطة بفكرة هيكل حماس فكرة اللي هي فكرة المقاومة ومع مواجهة اي اقدارة الاحتلال وخاصة مع الاحتلال الاسرائيلي ما ينفعش يبقى خيار المقاومة مش موجود